السلام عليكم لإخوة والأخوات أتمنى الله يلقاكم هذا الفيديو أتم الصحة والعافية أتمنى أنكم تشوفوا الفيديو من الأول إلى الأخير لا تنسوا اللايكات لا تنسوا البرتاج وكذلك التعليقات كما تعرفوا القناة لا تبقى فيها التفاعل لا تبقى كما كانت لكن مع المدومة ومع المواضيع سترجع كما كانت وأحسن أولا قبل كل شيء بغيت نشكر جميع الإخوة والأخوات اللي تصلوا بيا اللي يعني كي يدعيوا لي مع الأب ديالي كيدعوا معي أيضا كذلك بغيت نطمئن الإخوة والأخوات اللي يسولوا فيها على المجرة ديال المحاكمة الجلسة ديال الأمس تم تأجيل ما غديش نقول التاريخ ديال الجلسة لأن فيها إن شاء الله مفاجآت لذلك ما غديش نقول التاريخ بالضبط كذلك في هذا الفيديو هذا بغيت نجاوب بعض الإخوة لأن تمررات بعض المغلطات وهي مغلطة يعني ما كانتش أظنها عن غير قصد لهذا بغيت نتكلم فيها كذلك كنت تفاجأ بالخروج ديال الحافظ أنا الإخوة والأخوات أنا مشي من ذاك النوع ولا رجعتوا اللايفات ديالي ديالش حال هادي ولا الفيديوهات ديالش حال هادي كنت أقولها وسأقولها وسأظل أقولها أنا مشي من ذاك النوع اللي يتجر بالمشاكل ديالي أنا مشي من النوع اللي يخرج أسرار ديال المنزل ديالي للعلن لذا غادي يكون تكون غي واحدة غي واحدة الكلمة مقتضبة على ما ما جاء في اللايف ديال حافظ كان متأثر كان منفاعل لذلك غادي نتكلم في الموضوع غي بسطحية أنا ما غاديش ندخل في التفاصيل ولكن باش الأخوات بزاف كيتصلوا كان شوف تعاليق حافظة تكون صبورة حافظة تكون صبورة ثاني حاجة أو ثالث حاجة يعني ما يروج مواقع تواصل اجتماعي المشاكل اللي التي تخذها الناس شنو السبب اللي يخلل الناس توصل لهذا المشاكل فكنتمنى أنكم تكونوا صابورين معي في هذا الفيديو هذا وأنكم تبارتاجي وأنكم تلايكي وأنكم تخليوا التعاليق وخليكم معي حتى الأخير أول حاجة اللي غدي المرور المر عليه مرور الكرم هو الجواب يعني هذا الشي اللي يخرج به حافظة حافظة طلبة تطلاق حافظة بغت تمشي في حالها حافظة 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 تسعتاشل سنة أو عشرين سنة قد تتعيش الحلوة والتنجة حافظة من ذلك النوع الصبور حافظة من ذلك النوع قنوع حافظة من ذلك النوع لما قد أطرت لأن أسرار في المنزل خرجت سأقول لكم واحد الكلمة هو انني عيت عيت من العطاء ما كان نخدش مئ كان عطي حافظ في هاد الملفات الاخيرة اللي ولي نطالعين هابطين المحاكيم ولي كنا فغينا عنها كنا ما نصلوش لهاد الشي كنا احتحنا نديروا اليوتيوب بحنا بحل الناس ولي كنتو كتلاحظوه في اللايفات في الكثير من اللايفات كنت كان قولي حافظ عفك ما تذكرش الاسماء حافظ انت ما كتنادلش هنا في الفيسبوك وحتى الفيسبوك يدير السجن حافظ نديروا اليوتيوب بحنا بحل الناس انه نوصلوا الرسالة دينا يعني باقل قدر من من الاضرار انا من ذاك النوع اللي عندي انا من ذاك النوع اللي عندي الانفة انا من ذاك النوع اللي ما نبغيش نكون راس ونولي رجلين لان مؤخرا بكل صدق وبكل صراحة ولينا رجلين من اللي نخرج ونطلب فلوس المحامي واللي ترجلين انا كنت فغينا على انني نطلب شي موحا نطلب فلوس محامي ولا اصلا نوصل المحكمة ونحتاج موحا نيوقف معايا لانني انا من الناس اللي عرفي القانون من الناس اللي مخصنيش نطيح في الهافوات القانونية بامكاني نوصل رسالة ديالي ولا لاحظو انني انا ما كنذكرش الاسماء لكن حافظ من ذاك النوع اللي حافظ ما غديش نقول انه خايب اللي حافظ من ذاك النوع اللي كي حسبتو الناس كاملين في حالو حافظ من ذاك النوع اللي كيقول لا ما انا ما كنضررش الناس الناس ما غيضررونيش اللي احنا طلقينا مع ناس يمكرون وعندهم اللوجيستيك ديال المكر ناس ما كيرين اللي كينبشوك كيسبوك كيقدفوك كينقصو منك كيضربوك في الشرف ديالك كيضربوك في الشرف ديالك ويرجعو اللور كينبشوك ملينتك تخرج تجاوب على راسك كيمشي ويدعيوك وعندهم اللوجيستيك عندهم الفلوس عندهم الفلوس ما النقروش عندهم الفلوس كيرقب في السيارة دياله المدينة المخيرة اللي عجبتو كيمشي يدعيك فيها لكن بالمقابل احنا مع ناشا الاخوة اللوجيستيك احنا اتوهمنا اننا كانت تلقاوا اموال واننا احنا من اللي وصلنا الارض الواقع رابنت النتيجة انا الاخوة اقسم لكم يمينا نهار كانت تقديم كانت عندي الفين درهم كطير وتنزل في الجي شنو قلت قلت غادين خرج غندوز التقديم غادين خرج من تقديم غادين نطلع الاستيد رئيس المحكمة غان ناخد من عنده الموافقة غاد يمشي ندير تفريغ باش نقدم الشيكايات اذا به كنكون انا خصني نخرج بكفالة قيمتها الفين درهم هي اللي كانت عندي في جيبي حطيتها باش غندير الشيكايات هذا ماشي استعطاف الاخوان ماشي استعطاف وانما كنقول الحقيقة من اللي في اليوتيوب راه التعليقات وما ما كنش في حالها اقول ناس مية كيكتبولك هو ما هو ما كيدخلوك يكتبولك اسمية باش انتا تقراها باش يطيحوك في المحضور باش غدين شي واشكيو بيك انا ما نذكرش اسمية انا نوصل الرسالة ديالي بكل اذب و بكل احترام بدون سبب بدون قدر ولكن ما نذكرش الاسماء ما نعطيش انا اليد ديالي اللي كتوجعني يشدها حيث انا ما عنديش اللوجيستيك ما عنديش حتي لا هاد الناس مشاودعوني حتى انا مشي نقدم شيكايات تاني يكونوا عندي فلوس التفريغات انا هادك ليكي كتبلي الاسم في الكومنتاغ خس لاخصوا يكتب لي الاسم ويدي يزيد ليحده واحد الالفين ولا تلتالف دران ولا اكتر لان دا بحت المحامون يعني المبالغ لكي تقضى واره ما بقتش ما بقتش عادية خاصني يكتب لي تعليق الاسم ديالقناة ويزيد احدها شيك بالمبلغ باش انا يلاجتني شي كاية حتى انا مشي ندير شي كاية راه ملا اللي كنطيح في المحضور را ما كتلقاش را ما كتلقى حتى واحد في جنبك را هاد شي اللي درني را من اللي كنطيح في المحضور ما كنلقى حتى شي واحد في جنبي من غير القليل 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 اما الباقي راه لا شي انا كنت تكلم اليوم وكنخوي عليكم قلبي راه لا شي حفيض من ذاك النوع اللي يضغياك يتيق لا احنا مسا نديناك احنا ديريلك في الاخير القال فاراغ فلوس الكفالة ديال جوجد المليون ما زال ما قدرناهاش نكملو هال واستاذ عيصام الحلو ما زال ما كمناهاش فلوس الكفالة فما بالو قعد غنخلصوحنا للمحامي والاتعاب ديالو واشوصنا لهات شي هدا هو اسبب النزاع امور شخصية انا ما اماما كنتكلمش انا على الامور شخصية ديالي والعائلية ديالي في اليوتيوب انا ميمكنش نكون كان حارب ناس اللي كيديروا من من مشاكلهم العائلية ولا من امورهم الشخصية محتوى ابدا ومعمرها ما غا تقول لكن اليوم بغيت انتفاجع لكم راكم كنتو كتلاحظوا مرارا وتكرارا انا وحافظكم تخاصموه في اللايبات وفي الخر قررت انني نساحب من قناة المواطن من ديرش فيها تدخلات لانني انا ضد ندكروه الاسماء دياليال القنوات ولا الاسماء لاننا تشي كي يجرب ناس ناس متجبيرة ناس ناس كتعيش المكره في حياتها ناس ماكرة كيل هما كي يجبدوك وعارفين كنت ما غا تقدش عليهم لانك انت انسان كتاكل بالعرقد الجبين ديالك الى ما خدمتيش متاكلش ناس لما ناس لما كان عارفوش اننا نكذبوه ولا اننا نستعطفوه الناس ولا اننا ندخلوه نبكيو على الناس ولا اننا لا هاد الشي ما كينش هاد الشي ما كينش وقالوا ها ناس اللي ضدنا وغادي نذكرها بالاسم ورا خرجات العيساوية وقالتها قالت لك انتوما من نهارش فيناكم في اليوتيوب ما زالين كما انتوما ما تزاد عليكم والو عندك الصحة غزلان ما كذبتيش لاننا احنا ما عندناش ناس اللي يخدمو معانا كمتابعين اللي يجمعونا الاموال الطائلة في الواتساب لاننا احنا ناس ما كندخلوش نبكيو على الناس في الواتساب ونستعطفوهم باش يعطيونا الفلوس عندنا صديقات لهم اللي كي هم اللي كي هم اللي يعني كي يعرضو لخيذ مادية لهم وانا اول مرة في حياتي في التاريخ انا انا صريحة لكن ما اعرفتوني نهار اللول ما زال بي انا لأول مرة في التاريخ كندخل عند السيدة وكنستعطفها كنقول له تعاوني بمبلغ مالي لانني محتاجة انني نكمل نكمل الديون وانا انا صريحة انا ما عمرني في حياتي ما مديتي تديلشي شخص انا عمرني في حياتي ما سعيت انا عمرني في حياتي انا دائما احتم لي كانت زيار كانوا نخدم العقد انا كنا نكونوا فغينا على هات الشي كامل نبعدو من هات الشي كامل انا وصلت لدرجة انا نقول جونيم ماغ وصلت نقول جونيم ماغ انا شنوربحت الناس اكثر من ذلك الناس اللي احنا ضحينا معهم بالغالي والنفيس ناس اللي احنا تكبدنا عنا الصفر ومشينا وحاولنا اننا نصلوا الكلمة ديالهم اننا نقفوا معهم والقناهم يتربصون لنا ويكيذون المكائد لنا والقناهم هما كيهزونا مقطع فيديو كيحرفوها وكيصفطوها الناس على اساس اننا كنسبوف ذاك الناس وكنقدفوف ذاك الناس ناس باعونا باعونا باش هما ميجيوهم الشي كايات ناس من كنك نحسبوهم من اقرب المقربين ناس اللي كنك نحسبوهم اصدقاء ذيانا وباعونا بغاولنا الحبس بغاولنا مشيو للحبس هزو مقاطع فيديو صفتوهم الاساسي ذا المحترمين باش ميجيوش يدفعو علينا هادو صحابنا 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 مقربين باعونا باش متا واحد ما يدفع علينا باش حتا واحد ما يوقف في صفنا قلت جوني ماغ صفي عييت هاد الزمن ماشي ديال انسان الحقاني ماشي ديال النضال هاد الزمن يا اما زيد وغمس تنتا وقول طرد الخبز ولا سير تكمش سير خدم على راسك وجيبو قليل ولا كثير وسير تكمش هدا مشي وقت النضال راه المناضي الحقيقي هو هادك اللي شرى الرونج روفير هادك هو اللي عندو 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 ناس اللي لقل احكي يقولولو احنا معاك جاتك شيكاية احنا معاك المحامي بكل شي هادك هو المناضي لان عندو مؤاظرين انا اجدا يندخل في هذه المشاكل هذه كاملة من الاخر حتى انا بغيت نعيش حياتي كباقي الناس حتى انا بغيت اولادي ما ينوضوش مخلوعين ماما واش هاد النار عندك محكمة ولا ما عندكش ماما واش اليوم عندك استدعاء ولا ما عندكش هذا ليس خوف هذا ليس خوف اه شرف لي انني مشي المحكمة ولا شي على شي حاجة صحيحة على شي حاجة من اجل الوطن لكن باش مشي لو اشخاص ما كيسوا واحدة بصلة هنا فين كين المشكل هنا فين انا تضريت هنا فين انا تقاصيت لكن من اللي كنقول انا مناضي لو كيكون عندي واحدة الرأي او واحد واحد الموقف نتحمل مسؤوليته لو نمشي حتى للسجن لا يهمني ما نمشي شو نوقف قدام السيد وكيل الملك ولا نوقف قدام السيد نائب وكيل جلالة الملك ويقول لي سبيتي او واه قاع هاد القيمة اللي كانت عندي انا كنت راس كنت كان نقش مواضيع كانت عندي واحد الهيبة كانت عندي واحد المكانة بين الناس كانوا من ناس كيقولوا الاسم ديالي اسم يعني الاحترام تولي طلعها بطل ما حاكم طلعينها بطل ما حاكم ليش السب والقدف وراه ذاك شي اللي تمارس علينا راه ميبانش قدام ذاك شي اللي درنا احنا ميبانش لكن من اللي كتوقف على الصحيح كتلقى الفراغ انا اتكلم بصفة عامة بصفة عامة اصدقاء سمعناهم بودنينا سمعناهم بودنينا كيتكلموا فينا دافعنا لهم ومشي هذا مشي من لا 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 لكن انا كنا كنا نحصبوا احنا الناس كل شي بحال بحال اصدقاء اللي بكينا وبكي انا بعدها شخصيا بكيت وصهرت ليالي على ودهم لقيتهم كي يحفروننا على الجدر بغي اني انا والزوج ديالي نمشي والحبس ونخلي وجوج الولاد مشردين شكول غيهز لك دباج وجولاد بصلاك تدير 15 درهم وما غا ديال 20 درهم الجاج غا ديال 30 درهم شكول غيهز لك الجولاد بقريتهم بكل شي ديالهم شكون ما كاينش اذا انا انا درت وقف التأمل خاصنين بعد نخرج من هاتشي يا اما نغمست انا بحال دوك الناس لو ما عايشين ما كيلا شكايات لأولو وحتى اللي تدارو بهم الشكايات كيمشي ويبوسوا الرجلين اقسم لكم يمينا الى كيمشي والخاص ويبوسوا للدين والرجلين باش تدارو لهم تنازلات على الزماغي قناة المواطن لنقش لنقش القضية ديال سعاد ماشي سعاد الام ديال الابنات لنقش سعاد اورغانزا انا ما كنسبها ما كنهينها من حقي انا نذكر اسم دياله بكل احترام وش غي حافظ اللي يهضر مع سعاد اورغانزا كنظن انه حافظ لطريقة الخطاب دياله كنت اقل اقل ضررا من الخطابات ديال بزرد القنوات هل لازمد قنوات المواطن هل لازمد قناة المواطن بوحده ودارت به الشي كي يعمل القنوات الاخرى اللي كانت تسب من الحزم الى تحت تباسل الدين وتباسل الرجلين في الخاص هاتشي علاش قلت جوني ماغ احافظ علاشو 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 حيث حنا ما كان ديروش الكولاسة حيث انا واحد الانسان مزيان معاه مزيان ما مزيانش معاه صفي سيفيني كان قطع التواصل ديالي معاه انا كما في المواقع كما في الواقع هكذا نحن منذ البداية مزيان معاك مزيان ما مزيانش معاك را ما مبقاش انا في اليوتيوب نخرج نتعطى معاك وفي الخاص نجي نقول والله يرحم الوالدين غدو وزلي هادي غدير لي هادي لهذا شي مصالح الناشحنا لهذا قلت جوني ماغ مسائل اخرى شخصييره ما غديش ننقشها وصلنا لدرجات اننا حافظ ما بقاش قدر يخدم طلع عهبط قيمشي القراج قالوا عندك استدعاء اجين استمعوا لك الدرجات وصل انه باتليلا انقطع الماء والمأكل الكلاوي ولو كيد الروح تزادوا لنا مصاريف اخرى ديال السبيطار سير لهنا اجيل هنا السيد مريب السيد نعس نحن كنا في غنان على هاد الشي كامل انا كان هدردبة بقلبي انا كان تفاجأ احنا كنا في غنان على هاد الشي يعني واحد موريد الرزق ديالك اللي كتاكل منه انا الادسنس عمرني عمرني ما اعتبرته موريد اساسي انا النهار اللي فجأتني الفكرة انني ندير اليوتيوب الفكرة هي انني الادسنس نتعاون به فقط على الدراسة دولي ذاتي شي حاجات الكاماليات بنتين قراها بريفين تعاون على القرايا تعاوني لخصتني شي حاجة نشريها اما الاساسيات للكرا والما والضو والمأكل والمشرب راكين واحد المهنة اللي كان ترزقوا منها اصدقنا غادي نخسروه حتى ذاك المهنة سيرواجي لكوموند ديال الناس اللي نسكت عيض توقفنا على العمل مده هو القراج مطرق اه يعني شنو 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 غادي نمشي وحنا احتحنا نديرو نسمحو في المحالات كيما داروا بزاف ديالناس ونقلسوا تابعين عباد الله بالقاميرات من هنا لهنباش اللي قطو واحد جوج دراهم ولا ثلاثة دراهم ناكلوهم بالزز الناس بعدها على الاقل داروا الضيور امن السعاية ومن تسول داروا الضيور انا را مرة شهر را شهر كيجي خلص ايضق عليا ملكرا ساكن معايا في الدار ما عنديش جافي نتخبع عليه هاتشي علاش قلت انا جوني ماغ واختارت اليوم جيت للدار حيث انا اغلبية كنكون في الدار مع الواليد جيت للدار باش نهضر بكل الاريحية هاد الموضوع داز موضوع داز اه البارح اليوم 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 في الصباح اه الصف طولية واحد اللي ديال الاخ الاخ ديالنا الجوكر جوكر كان احترمه جوكر انا عندي عزيز لاش لانه واضح في المواقف دياله وواضح في كل شي دياله وغيه هوا اه دازوا بعض الموغلطات بغيت نجاوب الاخ جوكر بقول احترم انا اول مرة را صف طلو في الصباح صف طلو ميساج في الواتساب قطلو اخ سي محمد بغيت نهضر معاك مازال ما جاوبنيش ولكن درت درت فيديو عدي نتكلم معه البارح في الليب يمكن البارح اللي اعلم ويمانات الصباح وصنر الليب كنشكرك انك ذكرتي قناة المواطن انك قلتي بانه بحثة واحد ما ما كيتكلم عليه احنا دي مسألة عارفينها عند قنات كدخلك الملايين من المشاهدات الالف من المشادر ترا كل شي غدي تكب عليك وغيهدر عليك ما عندك حتى شي حاجرك كيستغلك في اللحظة اللي يبغوك وما اللحظة اللي ما كيبغوك وما كيلوحوك وللأسف وضع نار الانفوس ديان نحن كبار 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 بزف وطيحنا راس نحته ولينا سيلعك يستعملها من هب وذب ما محتاجين شي واحد صراحة ما محتاجين شي واحد انه وي اذرنا ولا يتكلم علينا لانه تعلمنا تعلمنا الكثير من اليوتيوب قيه واحد المسألة اخويا جوكر وهي مغالطة دست هي النهار اللي قلتي حافظ كنا كنتكلمو في الخاس وكنقولو نتهدنو اخت سعاد انا ما كنا ما عمرني ما ذكرتها لبسو ولا بشي حاجة حافظ انسان عاطفي انسان مندفع بقعت فيها لوبنا وذك شي اللي تمارس عليها خرج تكلم هذا كي يبقى حقوم هذا كي يبقى حقوم مهم راه القضاء بيناتهم لكن غي هو توضيح هو انه انهار اخويا جوكر كانت المكالمة الثلاثية وانا كنت في المنزل انا ذاك وسمعت الشانان والغوات اللي وقعت فهذه المكالمة الثلاثية وفي النهاية اتفقتوا بان حتى الاخت سعاد صافي تهدن صافي كل واحد يدخل سقراسه كل واحد يدير المحتوى دياله زيادة على ذلك حافظ كان طلب من الزوج ديال الاخت سعاد قال لي هاودي اخويا نابيل راه الناس قتخرج قتتكلم بالليسان ديال الزوجة ديالك قتقولك بانها قتتكلم بتفوض من الزوجة ديالك الناس قتخرج قتعير وسبت نحنا بتفوض من الزوجة ديالك جاء الزوج ديالها قال له انا دبرا اني تصلت بدك السيدة وما زال غن تصل بدك السيدة اللي هي حانان ما تبقاش هدرب الليسان الزوجة ديالي ما تجبدناش المشاكيل مع الناس هذا هو الاتفاق تسالت المكالمة كيطلع لنا البوست ديال الاخت سعاد كتقولك انا حانان هي عمري هي حياتي واللي بغى تديروه انا معها وكتلع معها في لايف وتم السب والقدف تم مفاش خرج حافظ من فاعل تم مفاش خرج قناة المواطن من فاعل راه مدم هناك فاعل مدم هناك رد فاعل إلا را كين فاعل اللي خلاه يكون هناك رد فاعل هدش اللي بغى تنودح لك الاخ الجوكير فقط راه ماشي حافظ اللي 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 ما خرج منه الرسول لا 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 وراه تصل بي قبل ما يخرج لايف وقال كاودي يا اخو ياسي محمد كيفاشا الناس كانت تفقوا معهم هما كيقولوا الناس كتو ولكن في نفس الوقت هما كيخرجوا ويعيروا فينا ويقدفوا فينا راه تصل بيك وراه قال هالك اي باش ما 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 يكونش هناك مغلطات للمتابع زائد واحد المسألة الله يفكرنا في الشهادة زائد المسألة ديال الشهادة ما هدك الجمعوي بغيت نقول للمتابع اللي ما زال ينكي يقول لكم مشاشهد معاه مشادر معاه واش شي واحد فيكم قرأ المحضر هدا فقط غير سؤال واش شي واحد فيكم قرأ المحضر ديال شهادة ديال حافظ وسؤال اخر علاش هدك الجمعوي نهار كان حافظ غدي يمشي يشهد كان يقول لي اخو يا حافظ نهار لي مشا تطالع للشهادة ديالو ذاك شي اللي تقال في المحضر خرج كي يقولو ما ذاكرا غير زان زان هدا فقط غير غير سؤال لان انا ما منحقش نقول المحضر كذلك حافظ ما منحقش يخرج يصرح بدك شي اللي يدار في المحضر لانه غيكون خرق سافر للقانون لهذا اما تحكموش على رام شاشهد معاه ما نعرف واش مشاشهد معاه ولا شهد ضدو وشنو اللي خلاه في اللول كان كي يقولو خو يا قناة المواطن من بعد ما تطالع للشهادة ديالحافظ خرج كي يقولو ما هداك غي زن زان هداك غي حمق ما تشلي غي نقولكم وتحياتي لكم المتابع الكريم قتلي كريما للمتابع الكريم ما تبقوش تنساقو وراء اين كان انا ما غديش نتكلم على نعيمة البدوية ولا على جوهارة ولا هديك اللي كتسمى بنموسى ولا 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 شوف كنا كنقولوها لكم دائما كنقولو لكم باللي ربي الله حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين العباد انسان اللي كيكون بارئ انسان اللي ما ديرتاشي حاجة وخا تشتد عليه الامور وخا يتزير وخا يتكالب عليه الجميع كي ما وقع النذاب تتكالب علينا كل شي بصراحة وخا يتكالب عليه الجميع غيجي واحد النهار اللي غدي تبلبرة او غدي تضح الرؤية هادوك الناس كانوا كيتامروا جمع الفلوس جميع الفلوس اللي شرى الدار اللي شرى الرونج اللي شرى اللي شرى اللي كحل اللي كي يجمع في الاموال وجد النار اللي غيج تفضحوه هما هما غيفضحوه عنفوس ديله او ما ده بالغرج اغلور و تفرجووه شي كيفضح شی جمعتو ودرتو قولتوه ان ننجره قولتو ان ننفعلوه لوه الشهيدة مجدا زعمال المخزن زعمال المخزن مقدرش يجبد هات الشهيدة مجدا هما مساكن ديري لمجهود ديال المخزن لوه الشهيدة مجدا غبرات لوه الشهيدة مجدا ماتت قتلوها لو شاهدة مجدا خطفوها لو كانت شاهدة مجدا مذكورة للشهادة را غا تجبد من تحت الارض وغا تجي تشهد السيدة الناس كانوا يضحكوا عليكم الناس ما مطلوباش للشهادة ما مطلوباش للشهادة كانوا الافلام كيت دارو عليكم في اليوتيوب جيب هاديك قولها راني شفت لو خلارة شت دين المحارم ما مكنش يمكن لخ في الدنيا غا يجيب بنتو ويدير زين المحارم امام الناس ولو كن كان فعلا مدني بهذاك السيد راه بالامس تحكم هذاك البيدوفيل ديال الجديدة رئيس الجمعية رعطوها عشرين سنة سيجنان نافذة عشرين عام لو كنت بت فحق هذاك السيد انه فعلا غتاصب ولا مرس على بنتو قول راه تحكم عينا غوتوا عينا تكلموا رجعنا اللور انا ما نكذبش عليكم انا عييت انا عييت وانا قررت انني انبعد على هاد المواضيع هدي لانها تافهة انا كنعرف واحد المثل المغربي كيقول اللي دراتوا الدرسة كيمشي يقلب على الكلاب من الاخير هاد الناس كديرو خروقات قانونية لو كن كان اي متضرر كي القضاء وخه صعيب اصعيب في هاد الزمان صعيب مني وجبده ولكن بالنسبة القنوات بحل مينعي ما بحل قصره مغريبيه عندهم مدخول انا كن كان عندي مدخول في اليوتيوب وكان عندي مدخول في اليوتيوب وكانت عندي سيارة كيمه هاد الناس اللي حتى انا غدي مدمشين تنقل في اي مدينة وغدي نحط الشيكيات لكن الجهد لا جهد الله انا ما قناة صغيرة قناة ما كدخلش ارباح الناس اللي هما اللي هما تكالبو علينا عندهم اللوجيستيك عندهم كيتحركوا بقول الارياحية كيم ما قتلكم في الول كي يجبدونا نحن من اللي كان دافعوا على الانفوس ديانا قلقوا رأسنا امام المحاكم من اللي كان تقولوا ما بدي راه دارونا فعلونا تركونا سير حط الشيكيات باش تحط شيكاية واحدة خصك على الاقل على الاقل يعني هما كيدروا اللايبات بالساعتين بثلاثة دسويع رخصك واحد المينيموم واحد الخمسالاف ولا ستالاف درهم غي باش تدر تفريغات هادو غيد تفريغات لان اصحاب اليوتيوب غلاوا علينا حتى التفريغ باش تمشي عند واحد وحد المفوض قضائي وتقولوا دير لي تفريغات راكي تلبوا لكي تلبوا مبالغ خيالية الف وخمسمية درهم لخمسة دقيق واضرب لي الى كان الفيديو في غير خمستاش ولا عشرين دقيقة واضرب ضربة في الف وخمسمية درهم زيد على ذلك خصك محامي وخصك شكون محامي اللي يكون عارف شنو كيدور في اليوتيوب اذا نخصك مبلغ كبير باش تشد محامي اللي يفاهم اشتاري في اليوتيوب اذا انا 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 اتشي فغينا عنه اتشي كلو احنا فغينا عنه تحياتي لكم الاخوان واخوات ان شاء الله لنا موعد في شي لايب او فيديو اخر ان شاء الله رحمة الرحيم ما تنسوش دعموا القناة بالتعاليق بالبرتاج باللايكات كنشكر كل الاخوة والاخوات اللي اه تواصلوا معايا كنعتادر من الناس اللي ما قدرت نجاوبهم را الاغلبية للناس ومن هاد المينبار كنقول للناس اللي تصلوا بيا هاتفيا را ما كنتش كان قدر نجاوبكم لاناني كنت في المنزل ديال الوالدين انا والدية كنخليهم بعاد على هاد الشي الاب ديالي مريض كتعرفون الناس ديال الجلطة را كيكون كي يسمعوا فهم كل شي غا هو ما كيقدرش يوصل مكي الاب ديالي ما بقاش كيقدر يتكلم يعني مرة مرة عد كي يهدر مزيان ولكن كي يسمعوا كيفهم كل شي الام ديالي انا مرأة مسينة اخوتي بعاد للأسف حتى وما تفاجأوا باللايف اللي در حافظ انا عائلتي كنخليها أبار مشاكلي شخصية كنخليها أبار انا من ذاك النوع اللي كاتوم انا من ذاك النوع اللي عائلتي واخوتي ووالدية ما كنعود لهم مش مشاكلي داخلية عاد انا نخرج اليوتيوب ونبقى نعوده شنو لاح قادر لي فعلي لو اهدرت لولا وقلت له لا انا ضد هاد الشي وماشي من الاخلاق ديالي وماشي من التربية ديالي تحياتي لكم انتلاقوا في شي فيديو او في شي لايف اخر وانا نسيت شي نقطة غدين دير شي فيديو ولا غدين نقشها معكم شي لايف شكرا لكم تحياتي لكم والى اللقاء موسيقى موسيقى